تتسارع خطوات الفوضى في التسلل إلى عقر الدولة في مالي مطلقة صاعقة تفجير التناقضات من الداخل معركة عضي أصابع بين الجيش المالي والانفصاليين تكاد تخرج عن السيطرة مع إعلان الطوارق السيطرة على معسكر جديد للجيش في إقليم أزوات شمال البيل هد وضع يزداد صعوبة بدخول المجموعات المتطرفة على خط الصراع مطلقة العنان لمزيد من الخراب الأمني خصوصا مع إعلان تنسيقية الحركات الأزوادية الحرب على بماكو الجيش المالي الذي يتحضر لشن هجوم في منطقة كيدال معقل الطوارق في أزواد يعاني من تشتت في مواقع انتشاره نظرا لاتساع مساحة إقليم أزواد الصحراوي الذي تتجاوز مساحته 800 ألف كيلو متر مربع فالانفصاليون الطوارق الذين يسيطرون على مساحات واسعة من الإقليم باتوا يسيطرون على خمس قواعد للجيش قرب مدينتي جاو وبوريم فيما لا تزال مدينة تومبوكتو تحت رحمة حصار تفرده جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة الضربات العسكرية الخاطفة التي تنفذها أطراف الصراع في مالي في محاولة للسيطرة على القواعد العسكرية التي كانت تشغلها القوات الأممية جعلت من شمال البلاد مسرحا للتنافس العسكري خصوصا مع نعي الانفصاليين الطوارق اتفاق السلام الموقع مع باماكو ورفض استبدال الوجود الأممي بالقوات المالية بسبب الدستور الجديد الذي يعتبرون أنه تجاهل حقوقهم طوفان الاضطرابات الذي بات يتحكم بالمشهد العام في مالي لا ينفصل عن مسلسل الفوضى في بوركينا فاسو والنيجر الذي عاد بشكل لافت بعد قرارات إخراج القوات الفرنسية منها هي ربما سياسة ابتزاز دفعت من تحت طاولة الأزمات تحركات انفصالية يشي توقيتها بكثير من الشبهات ترجمة نانسي قنقر